تقول الشيخ علي الطنطاوي في الوصية الثالثة لأن تكون معلما بارزا متميزا أن تكون طبيعيا في الحصة لا تتكلم ولا تغير من شخصيتك ولا تتصنع أي أمر من الأمور بل إذا أخطأت قل أخطأت وهذا الأمر سهل نظريا في التطبيق العملي نرى أن البعض يعلم أنه مخطئ ولكنه يكابر لا يستطيع أن يقول أخطأت ولا يستطيع أن يتراجع على المفتي ثقيل وعلى المعلم ثقيل وعلى الأب ثقيل ولكن المتواضع الذي يعلم أن ما عند الله خير وأبقى يتراجع المفتي فيقول أخطأت في الفجوة الفلانية ويتراجع المعلم ويتراجع الأب ولا يزيدك هذا الأمر إلا رفعة وعلو في نفوس المتلقى